أنقرة وتل أبيب في مسار متسارع لتعزيز العلاقات وتوطيد التفاهمات فيما يشمل قضايا السياسة والأمن والتبادلات التجارية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يعتبر زيارة الرئيس الإسرائيلي ساك هيرتسوف المرتقبة إلى أنقرة إيجابية وستنعكس بشكل جيد على العلاقات التنائية وتحضيرا لهذه الزيارة والاتفاقات المتوقعة وفد تركي يجري مشاورات ولقاءات في إسرائيل فكيف تخدم هذه الخطوات الجديدة المنطقة عموما وأي تأثير لتعزيز العلاقات على جهود الأمن والاستقرار طيفانا في هذا الحوار الليلة من أسطنبول الباحث في العلاقات الدولية طاها عودي أوغلو ومن القدس الدبلوماسي السابق مائير كوهين أهلا بكما معنا الليلة إلى هذا الحوار أصطاها وصف المتابعون الرسائل التي استمعنا إليها والتي وجهها الرئيس التركي رجب طيب إردوغان خلال الساعات الماضية لإسرائيل بالرسائل الدافئة خليني أسألك هل ستكتسب العلاقات التركية الإسرائيلية منحا جديدا بعد هذه التصريحات وبعد هذه الزيارة المرتقبة يعني أنا في البداية أعتقد أن العلاقات التركية الإسرائيلية شهدت خلال الفترة الأخيرة الماضية ما صار مختلف تماما وقاصة فيما يتعلق بتطبيع العلاقات نعم في الأيام الأخيرة الماضية شهدت حراك غير مكسف فيما يتعلق بالزيارات والاتصالات التي جرت ما بين الطرفين الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أعلن بأن هناك زيارة مرتقبة للرئيس الإسرائيلي في التاسع من مارس المقبل اليوم زيارة توفد رفيع المستوى برئاسة إبراهيم قلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة التركية كل هذه إشارات واضحة على أن العلاقات التركية الإسرائيلية هي وصلت إلى مرحلة متقدمة للغاية ناهيك عن أن كما تعلمين أن العلاقات التركية الإسرائيلية طيلة الفترة الماضية لم تتأثر على المستوى التجاري ومستوى الاقتصادي ولكن كانت على المستوى السياسي متوترة وخاصة حكومة نتنياهو وخاصة فيما يتعلق بمواقفه من الفلسطينيين والقدس المحتلة لذا الآن وبعد التطورات التي حصلت في المنطقة والمتغيرات أقصد بعد وصول إدارة الرئيس الأمريكي بايدن والترتيبات التي تحصل حاليا في المنطقة أنا بتصوري أعتقد الآن وصلت إلى مرحلة متقدمة للغاية وخاصة إذا تحدثنا عن أن تطبيع العلاقات أو بعات العلاقات إلى ما كانت عليها في السابق ليس المهم بالنسبة للأتراك ولكن الأهم هو ما يدور الحديث حاليا بما يسمى في وسائل الإعلامة التركية هنا في دولماسية الطاقة أو الغاز وخاصة بعد الحديث عن نقل غاز المتوسط من إسرائيل إلى تركيا عبر أوروبا هذه نقطة نقطة أخرى هناك تطورات حصلت قبل تقريبا أسبوع من الآن هي تطورات كانت لافتة للغاية وفيما يتعلق بالتعاون الاستخباري وخاصة هذا موجود في السابق ولكن أن تصل هنا فرق المساد إلى تركيا حقيقة كانت لافتة للغاية وخاصة كما تبعنا جميعا فيما يتعلق بخلية التجسس الإيرانية هنا في إسطنبول بطبيعة الحال كان واضح كل هذا التغير في كلام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي اعتبر أن هذه الزيارة المرتقبة للرئيس الإسرائيلي إلى أنقرة اعتبرها إيجابية بحسب تصريحاته وقال أنها ستنعكس بشكل جيد على العلاقات التنائية أرحب بضيفي سيد كوهين أيضا من القدس معنا الليلة من الواضح سيد مئير أن الجانبين يتطلعان إلى تحسين العلاقات لكن ما ينظر إلى تاريخ العلاقات بين تركيا وإسرائيل يتساءل اليوم أمام هذه التطورات ما الذي تريده تل أبيب حقيقة من هذه الزيارة؟ ما فيه شك هو العمل على تقوية ودعم هذه العلاقات مع تزليل العقبات التي تقف في وجه هذا التطبيع الوفد الذي يصل ووفد على عالي المستوى ويجب المباحثات في إسرائيل من هدف التحضير لهذه الزيارة الهدف طبعا هو تزليل العقبات والعمل على دفع هذه العلاقات والمضي بها قدما من أجل فتح صفحة جديدة في العلاقات بين البلدين لكن طبعا الجانب الإسرائيلي هو بيرى أن هذه فرصة مواتية ومناسبة من أجل إعطاء زحم في هذه العلاقات ولذلك هو أصدر تعليماته لكافة المسؤولين من أجل إيجاد الصبل لتزليل هذه العقبات ولكن يجب أن نقول أنه ليس هناك تطابق في وجهة النظر بين إسرائيل وتركيا وهناك خلافات في عديد من القضايا ولسيما فيما يتعلق بالشأن الفلسطيني وخاصة موضوع خمس ولكن هذا الحوار هو مهم جدا وهو الجانب التركي يدرك ما هي أهداف إسرائيل التي تريدها وهذا هو الهدف الأساسي من هذه الزيارة من أجل الأداد ومجرد الزيارة ستكون الخاتمة لبداية صفحة جديدة سأعود لأسألك سيد كويين ما هي أبرز الملفات يمكن ليتم البحث فيها خلال هذه الزيارة التي ذكرتها التي يجريها وفد من كبار المسؤولين الأتراك إلى إسرائيل لكن أود أن أسألك ما هي العوامل التي تغيرت التي تبدلت اليوم والتي تجعل بإمكان اليوم هذه العقبات أن تذلل في هذه المرحلة وقد أشرت إلى الكثير منها نعم ما في شك أن الدافع الرئيسي من وراء رغبة الرئيس التركي لفتح صفحة جديدة من علاقات مع الإسرائيل هو الأزمة الاقتصادية التي تمر بها تركيا هو طبعا بيرغب في أن يتم فتح نوع من الخط للغاز يربط بين إسرائيل وتركيا لتوصيل الغاز إلى أوروبا وهو عامل مهم ولكن الجنب الإسرائيلي أوضح أن هذا لن يأتي على حساب بالعلاقات الاستراتيجية بين كل من اليونان وقبرص وللتعبير على ذلك والتأكيد بهذا الموقف أن هيرتسوك سيقوم بزيارة خاطفة يستبق بها زيارته للتركيا لكل من قبرص واليونان للتأكيد أن إسرائيل لن تضحي بالاقتها مع هاتين البلدين التي تربطهما هدف استراتيجية الواضح طبعا أن تركيا في الفترة الأخيرة كانت في عزلة في المنطقة والعديد من الدول أدارت زهرها على رأسها مصر والسعودية والإمارات نرى زيارة أخيرة للرئيس التركي الإمارات وهو يأتي من أجل تطبيع العلاقات وهو يريد تطبيع العلاقات ليس فقط من الوجهة النظر الإقصادية وإنما من الناحية الاستراتيجية وصولا إلى نوع من التحالف وفقا لما حققه الاتفاق الإبراهيمي وهو يريد أن يلحق بهذا الرجل أستطاها أشار أستاذ ماير كوين إلى عدد من النقاط المهمة خليني أبدأ من هدف الرئيس أردوغان من سياسة التقارب الجديدة التي اعتمدها وكنا قد تحدثنا مرات عدة معك حولها هو اختار سياسة جديدة تابعناها مع دول المنطقة هو أجرى مؤخرا سلسلة من الزيارات المباحثات كان أخرها كما ذكر الآن السيد كوين زيارة إلى دولة الإمارات شهد في الرئيس أردوغان اليوم من اتخاذ هذا القرار ليمكن يمكن وضعه إذا توافقني الرأي تحت عنوان الانفتاح على دول المنطقة كما تتذكرين أستاذ شانطال في العام الماضي هناك كانت سياسة مختلفة من نسبة للأتراك وبدأ الرئيس التركي رجل طيب أردوغان معلوية من تحت الأمريكية والتحاد الأوروبية دول عربية الآن هناك نقطة لافتة وتبعناها خلال الفترة الأخيرة الماضية وقاصة بأن هناك توجه أمريكي مختلف عن ما كان عليه في العام الماضي أقصد بمعنى العام الماضي لحظنا أن هناك ضغوط أمريكية على تركيا ولكن هذا الضغوط قفت وأيضا هو رفض مشروع الغاز الذي كان ما بين إسرائيل واليونان حاليا هو عن طريق إسرائيل تركيا وأعتقد هناك رغبة أمريكية بربط تركيا مع دولة الاحتلال وهذا أعتقد أن الأتراك لقتوا هذه الإشارة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وتحركوا في هذا الاتجاه خاصة بأن كما تتذكرين في عام 2020 كان هناك ضغوط كبيرة على تركيا وخاصة فيما يتعلق بموضوع غاز الشرقي المتوسط حاليا هي استطاعت خلال الفترة الخيرة الماضية أن تطرق الباب المصري ونجحت إلى حتى هذه اللحظة الوصول إلى خطوات متقدمة في تطبيع العلاقات مع دول عربية أخرى كالإمارات والبحرين والآن السعودية كلها تسير في طريق جيد وهذا تخدم تركيا إن صح التعبير على الصعيد الداخلي كما تعلمين تركيا مقبلة على انتخابات رئاسية برلمانية العام المقبل أيضا هناك مصالح اقتصادية تركيا كنا نتحدث قبل عاما أن هناك اندفاع تركيا ولكن الاندفاع التركيا هناك مكتسبات وإنجازات أعتقد أنقرة حاليا تحاول ترجمة هذه الإنجازات على أرض الواقع في الوقت الحالي خاصة إن كانت في ليبيا في مناطق أخرى ولكن الموضوع العنوان الأبرز من الجمع تنازلات جمع من الجانب التركي إلى أي مدى اليوم أيضا يمكن وضع هذا العنوان نفسه مسألة الانفتاح على أيضا تقديم عدد من التنازلات لإنجاح ربما هذا التقارب على مستوى أكبر أنا بالتصور أعتقد تركيا وخاصة مع دول الإقليم هناك حاجة مسألة لكافة الأطراف على سبيل المثال الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة اليقيرة الماضية جل اهتمامها كان خارج منطقة الشرق الأوسط لذا أصبحت هناك قناعة تامة لدى الدول على سبيل المثال مصر كدولة كبرى في الشرق الأوسط والتركيا هو التنصيق فيما بينهم في ملفات المنطقة لأحظ أن تركيا على رغم التوترة التي حصلت مع دولة المنطقة العربية خلال 180 يوم 180 درجة تحولت العلاقات ما بين زيارة الشيخ محمد بن زايد إلى زيارة رئيس أردوغان قبل يومين لذا أعتقد أن هناك المتغيرات الإقليمية هي التي دفعت الجميع إلى الوصول إلى هذه النقطة تمام خليني أسأل سيد ماير كوهين كيف يمكن لهذا المشهد اللي نتابعه لهذا الانفتاح اللي نراه حقيقة في الأشهر الماضية ينعكس على المنطقة من سيكون المستفيد الأكبر سيد ماير كوهين من التقارب الحاصل طبعا المستفيد الأكبر لهذا التقارب هو طبعا الوصول إلى نوع من الإدراك بأن ما سوف يحدث في حالة توصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران فإن ميزان القوة سينقلب في المنطقة ولذلك بنجد أن تركيا بتخطو نحو الوصول إلى نوع من التفاهم ومع الإمارات وتطبيع العلاقات مع إسرائيل وكل ذلك من أجل يعني ليس من الناحية الاقتصادية فقط والناحية الاقتصادية مهمة جدا بالنسبة لتركيا ولكن من الناحية الاستراتيجية نظرا لما سوف يحدث في المنطقة في حال الوصول إلى هذا الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران حول الملف النوع وفي هذا الوقت النقطة التانية تتعلق أيضا بالعلاقات الإسرائيلية والتركيا في هذا العجل يريدون على كبير المفاودي الإيرانيين يقول أنه بعد أسابيع من المحادثات نحن أقرب من أي وقت مضى إلى هذا الاتفاق هل لهذه التطورات أيضا تداعيات أو علاقة مباشرة مع السياسة الجديدة التي نراها في المنطقة طبعا هو من الواضح أن الاتفاق الإبراهيمي كان الهدف منه هو الوصول إلى نوع من التفاهم بين تحالف بين دول المنطقة ليس فقط من أجل تحسين الأوضاع الاقتصادية وإنما من أجل بحث وضع يمكن أن تجد نفسها من ناحية الاستراتيجية هذه الدول في حال التوقيع على هذا الاتفاق وأن هذا الاتفاق كما ذكرت أنه سيقلب الموازين في المنطقة اتفاق سيقلب الموازين في المنطقة سطاها عودي أوغلو لكن في هذا الإطار هل يمكن الجزب أن اتفاقات اقتصادية ستربط بين دول المنطقة هل يمكن أيضا أن تنعكس على السياسة هل من الممكن أن نرى مواقف سياسية موحدة تجمع دول المنطقة بالتوازل ربما مع هذه الاتفاقات الاقتصادية التي بتت تحتاج إليها الدول في هذه المرحلة نعم أنا بتصور أعتقد حاليا نحن وصلنا إلى مرحلة هناك تفاهمات واتفاقيات سياسة اقتصادية تجري ما بين الأطراف وبين الدول ولكن سوف يتم ترجمتها على أرض الواقع سياسيا وهذا ما حصل على سبيل المثال قبل أيام كنا نتحدث عن السيارة أردوغان إلى الإمارات الجميع ركز على الجانب الاقتصادي ولكن المهم والمهم بوجه نظري هو العامل السياسي وخاصة الملفات الشائكة ما بين الأطراف لذا أعتقد أن هناك المنطقة برمتها هناك حاليا ترتيبات تحصل وأعتقد الحرب والتوترات أو الأزمة الأوكرانية الروسية هي ليست ببعيدة عن أزمة الشرق الأوسط على الرغم من أن هناك الجميع السبعد هناك هجمات روسية على أوكرانيا ولكن يبدو أن المنطقة هي مقبلة على ترتيبات جديدة والجميع يسعد ويجاهز نفسه لهذه الترتيبات في هذا الإطار سيد مئير كوهين إلى أي مدى تجد نفسها اليوم إسرائيل بخطر مع الإعلان عن قرب هذا الاتفاق وإلى أي مدى يمكن للتقارب اللي يحصل بين دول المنطقة أن ينقذ المنطقة من تطور لطالما تحدثت عنه تل أبيب وقالت أن هذا الاتفاق سيشكل خطر كبير على الأمن القومي الإسرائيلي وعلى أيضا الأمن في المنطقة ككل طبعا إسرائيل أوضحت بشكل قوي على سن رئيس الوزراء بنت بأن هذا الاتفاق لن يلزم إسرائيل وأن إسرائيل ستدافع نفسها طبعا النقطة المهمة هي مدى وصول إيران إلى الوصول إلى سلاح نووي وهذه هي النقطة الحرجة التي ستكون علامة الاستفهام الكبرى فيما يتعلق بهذه التطورات والاستعدادات بالنسبة لهذا الوضع إسرائيل تستعد له ليس من اليوم وإنما فترة كبيرة وتقوم برصد الميزانيات من أجل منع وصول إيران لامتلاك سلاح نووي طبعا الحال كان في تصريحات متتالية تؤكد على أن الجانب الإسرائيلي بإمكانه يتحرك منفردا سنكون بانتظار المواقف الجديدة لربما التي ستأتي تباعا مع هذه التطورات حتى نختم لربما بتطور انتبعناها اليوم إعلان وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي بأن سفينة الفاتح بدأت أعمال التنقيب عن الغاز الطبيعي بحق السكرية في البحر الأسود كيف يمكن اليوم النظر إلى هذا التطور إلى البدء بعمليات التنقيب بالوقت الذي كان قد قال فيه أيضا الرئيس التركي في وقت سابق أنه مستعد للتعاون مع الجانب الإسرائيلي في مشروع حط أنبيب غاز في شرق البحر المتوسط هذه السفينة كما تعلمين سفينة الفاتح هي ليست المرة الأولى وهي منذ فترة تقوم بعملية التنقيب وخاصة في البحر الأسود وهي مناطق التي في الجرف القاري التركي وهي بعيدة عن المناطق التي كانت تتهم من قبل اليونان بأنها هي غير متواجدة فيها لذا أعتقد أن هذا الموطوع وخاصة فيما يتعلق بالتحركات التركية في البحر الأسود هي مكملة للتحركات السابقة وهي تأتي في إطار يعني ليست الأمر الجديد كما أشارت لك قبل قليل هي منذ فترة بدأت والآن هي تواصل عمليات التنقيب في المنطقة ومنطقة البحر الأسود سنكون بطبيعة الحالة بمتابعة لمجريات هذه الزيارة التي كما أعلنت وقلت لنا أستطاها أكد أن الزيارة ستكون في التاسع من مارس المقبل زيارة الرئيس الإسرائيلي إلى تركيا شكرا جزيلا لضيفي الليلة في هذا الحوار من أسطنبول البحث في العلاقات الدولية طاها عودي أوغلو وأشكر ضيفي من القدس الدبلوماسي السابق مائيل كوين